موسيقى 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 السلام عليكم معكم حاميد من الجارية المغربية المقيمة بفرنسا بالضيال الفرنسية وحصل لي يا شرف أنني نحقي قصتي نهاية في القناة هذه حتى أنا متأكد أنها تكون فيها واحد العبرة واحد الاستفادة مبدال لكم كل شي من الأول حاميد هو شاب من جربت حده في 1998 أو 1999 جربت حده لكي أذهب لكي أذهب إلى الضيال الفرنسية قصت دراسة وعمال ودكشة عاوني الوالدة وستطعت أنني أذهب إلى الضيال الفرنسية وكملت قرائتي قرائتي تقريبا 8 سنين تقريبا من اللي سألت قرائتي سهل لي يا سيدة ربي ولقيت خدمة ولقيت كونترا وصيبت ورقاتي ومن بعد سنوات وسنوات خديت الجنسية ديالي ووليت كنتي ونجي للمغرب كأنه شيئا عندي دوبل ناسيوناليتي ومعندي تشي مشكل في هذا وعايش حياتي باخير أرجعت تهليت في الوالد تهليت في الوالدة ومعندي تنجيبهم عندي بعض المرات تنجيبهم عندي وكنت غيرا عن اللي عندهم حيات من بعد ما ولدتني أنا الوالدة كان وقع لها واحد المشكل وما تقدرش تعود تولد كان وقع لها واحد المشكل كانت حاملة بخوية بخوية اللي غيجي مورايا وذلك الحمل ديالها كانت زلقات هاتشي لحسب ما بقي عقل مزيان كانت زلقات وقع لها واحد المشكل في الراحم واحد تشوه واضطرت انها تخدع لواحد العملية وذلك العملية من المضاعفات ديالها انها ما تقدرش تولد من بعد وبقيت لهم انايا يعني من اللي بقيت انايا واللي تنعوض لها ائلة ديالي والوالد والوالدة تنجيب لهم هاتوبا تهليت فيهم بذلك الخدمة اللي عندي استطعت اني نشري لهم دار من اللي قد اديت الواجب ديالي وخام اديتو ما غن اديش كامل وخام بقى حياتي كامل واناك نتصل فيهم اه اه انايا براسيك كومي مدرت لهم دار تنجي واحد السيدة مرة مرة عندهم دار تعاون الوالدة في شقاء هاتي مهم الوالد والوالدة ما خاصهم تشي هاتي الحمد لله هنا تفرقت الحياتي الخاصة من بعد ما بلغت وليت راشد وخدام وبداري وبفرعشي وبرزقي انا قلت اهل المناسبة ان تعرف على مغربية واشي بنت الناس اللي غا تقدر تكون معانا او هذا المقطع اه 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 ، ما بغيتش ان نهضر في هذا المقطع هذا شاهم واحد يقولك انت ما لقيت واحدة ام مه جيتت البلاد هاتى تاتاتاتات حياتي انت جيت مهدر غنووي حقارة انت اتغدر على طبان وانتغدر على مغربية هكا وانتغدر هكا وينتغل هكا وانتغل اذا افضل انتجوز هذه الاقتع لكي لا نفعل نقطات اختلاف بناتنا لا أريد أن نتواج من فرنسا لا بمغربية لا بفرنساوية لا بوالو لا بكل شيء تعرفت على ابنات وخرجت مع ابنات وقلست مع ابنات واستوعبت واستافت من بزاف دي الحويج و لم أردت جدك شيء اللي أريد أنا قلت سأجيبها مغربية ونتعرف عليها مغربية وأنا اللي سأتعرف عليها ماشي يتعرض راسي عليها فعلا واحد المرة كنت جاي داخل في حالاتي كنت جاي داخل في الطيار كنت جاي صعيبة نجي من فرنسا المغرب بالطوم موبيل كيفما في الأول كنت جاي صعيبة بزاف بزاف ديال الطريق وبزاف ديالسترس زيادة على هذا جاي بوحدي واحد المرة قلت الله يتنمشي طوم موبيلتي ما نقدرش نجيبها مشيت كريت واحد الكاتكات وقلت رغي نجيبها نعمرها ونجيب الكاتوات العائلة والواليد والوالدة ونتهلا فيهم وذلك شيء ونجي ندوز لفاكونس ديالي فعلا اخذت هذه الكاتكات عمرتها بالحوايج شديت الطريق المغرب جاتني صعيبة صعيبة بزاف ودي تحييل اي واحد يجي بالطوم موبيل من براء المغرب رأى واحد المسافة تضرب واحد الناس يشدك وخصكت ناس بانتظام وخصكت تتراقب الطوم موبيل وكل مرة وقفتي تتراقب الطوم موبيل وتتراقب الطريق اللي اخرج لك شيء واحد وكان القريصاج في واحد البلاسة في اسبانيا وكان وقعو شي مشاكيل الحمد لله وصلت في امان الله والوالد فرح بزاف والوالدة فرحه بزاف وصلت لعندهم وقلست ووليتنا نخرج مع مدراري وقالت تتراقب الطريق اللي بروح وقلت وقلت أن ترى الناس وقالت تتراقب الطريق اللي بروح وقد قلت لديها المناسبة لكي انتعرف على ما هي بنت فعلا وحد النار ونخرجنا ونخرجنا في واحد البلاسة معروفة وقالتنا في هذا الكورنيش وقالتا نخرجه وقلت اراقب الطريق وانتظر ان أتأتي من براء وكل شيء يريد أن يخرج معك ونطلنا في امان الله احتكت باللية واحد البنت يعني ذاك البنت ذاك الملامح وذاك المواصفة اللي فهم ذاك المواصفة اللي بغيت أنا قال سأجت عيني في عينيها ما شافتش في يديك الساعم لي جات عيني دورات وجهها ولكن أنا بقابلي معها بقابلي معها قلسة مع واحد مواقيلة وقلسة مع واحد السيد خر واحد البنت خرى وواحد الوليد صغير قلت يا كما ذاك والدها ومجوجها ولا شي حاجة ولا هذي ساعة شوية والتي تنشوف ذاك الولد يقول ماما لها ذاك السيدة اللي كانت تقال سامعها تمك فهمت بللي هما خارجين مع بادياتهم وتقدر تكون خطاء ذاك الولد ولا شي حاجة بحالك بقيت كنشير لها بيدي وتنشير لها في التليفون باش اعطاني النمرا وذاك شي ما اعطاتني شي اهتيما ولكن انا بقيت مصر انني نظر معها مصر راكم عارفة البنت ماشي منتقلولة ستقولك اهلا بخير هذي لا بقيت كنت تزرزر في اشي شوية شوية بنت لي بحالا غاتمشي لطوالت خرجت من ذاك حت كنا غالسين بره خرجت اياه مشات الدخلات الداخل عارفتها غادل طوالت مشيت تبعتها تبعتها لذاك الطوالت مع الباب الرئيسي عادت تدخل منه عادت تلقى دي لبنات ودي الرجال دخلت انا لتموقع تكنت سننها تخرج فاش خرج كتل اختي الله يجزك بخير انا بغيت ننظر معك شي حاجة معقولة اه بغيت نمرتك ولا شي لما قدرت يشتعطني نمرتك هاي فيسبوك ولا شي حاجة نتواصل معك فيها قلت لي اعطني انت نمرتك ومن اللي غنبغيك رانا غنتصل بك قلت لها مرحبا قيدي قيدات نمرتي عشنوكين 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 املا انها رغت هدر معايا انفو رجعتنا البلاستي رجعت البلاستي قلزت ويتصفت لي ميساج قلت لي اها نمرتي حتى نهضرهم من بعد قلزت مع اختي وراجلها وولدهم تمونا نفهم بالليرة السيدة قلت اتضر معايا وقت وضح لي ايها اذاك السيطواصوني وما قلزين فيها قلت وعلي السلام صافي مشيت فاشبعت خرجنا من ذاك القهوة تصلت بها ما جوبتنيش وقلت لها بقى مع اختها وذك شي حتى وصلت للدار وصفت لي ميساج قلت لي ربتي التصل دابا مرحبا تصلت بها وقت كنا نتضر معاها السلام عليكم وعليكم السلام انا اسمتي حاميد انا رجري من انا ساكن في الدير الفرنسية وكنقلب على شي بنت نجوج بها مليت من لوحدات مما والقوريات ماشي بحال بنت بلادنا وبنت بلادنا رغت تفامك وتقادلك وتصايبلك مع احترامي للقوريات والناس ديال براه وذك شي مع احترامي ليهم ولكن انا الرغبة ديالي شخصيا بغيتها مغربية ايوا سيادي صافي مرحبا كل شي بخير دازم زيان ما كينتشي مشكل بديت انتعرف على البنت شوية بشوية يعني ذو وزنا شهر رجعت في حالتي انا الفرنسا وبقينا كنا اضروف اتصال هاشنو كايينة هاشنو بغيت انتاها هاشنو كايينة لكنا نتافقوا مرحباها ضعرناها هكذا ضعرهم تبارك الله من واحدة بقرة فيها ومخصهم شو باخير اليوم ما عندهم تشي مشكل غيوا فيهم شوية ديال بروتوكول فمتي فيهم شوية ديال خصوم يبانوا بزيان خصوم يبانوا هكا خصوم يبانوا هكا خصوم يبانوا بزيان تبارك الله تفقنا على النهار اللي غان نجينا نخطبها فيه قلت لها دا بقى انا يلا رجعت من الكونجي وما نقدرش عودتيني نطلب كونجي خصني على الاقل من دو 6 شهور عاد نقدر رجع عندك قلت لي يا ما شي مشكل بقعوا على اتصال بقينا في اتصال اه اعطيتها الموتباس ديال فيسبوك ديالي طلباتوا لي اكتلها واخودي وانا ارقيت اي شي فيسبوك خر ديلي اللي بغيتي انا رأى انوى معك المعقول وما كانت تفلاش ونوى معك بالصلح واللي ما تديرش ما تخافش بغيتي الفيسبوك ها هو وانا والله مطلبت لي الموتباس قلت لي يا ليش انتا مطلبتيش لي الموتباس قلت لي اذك شي ديالك بغيتي تعطيه هو اذك ما بوتيش تعطيه خليه قلت لي انا بقى دا قلت لي الموتباس ما ترددش قلت لك هاك اعطيته لك بقى انا كنا ادرك برات اتقى بمع بعضياتنا وانتا وانا وقد كتتسرط علي شي شوية بل انا ذاك شي ما اقول انا وورا الموانين ضار شوية كا وبغيت العرس يكون في القاعة وبغيت هادي وبغيت هادي قلت ما كين بس مرة واحدة في حياتي تأنا نحص براسي وهادي بدي تنجمع في ليسات وتبارك الله الخدمة ديالي كانت بيخر عليها وعندي واحدة لمستوى تنقول لاغي ما كين مشكلة ما كينتش مشكلة العرس في القاعة هادي 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 اه عشر الاف دلم في الصداق عشر الاف دلم في هادي ماشي مشكلة ماشي مشكلة هاي طلواليدة قلت لارا لقيت واحدة بنت الناس انتي تنجي ان شاء الله اعرى من هنا واحدة شهرين ولات الشهر غنجي وغنديروا العرس وغنديروا ذاك شي وغناخد واحدة الوطوريزاسيون نجي وركتصورها ومشي ونخطبوها ونجوجو بها كيف نعود لوليدة وليدة مسكينة عنديني وبسيطة وشعبية وخا مخصصة شي خير وشعبية مسكينة ايواسي جيت انا على اساس انني غمشي نتجوجو بالبنت ونضير العرس بالزز باش اعطوني الخدمة هذي خمسة عشر يوم باش مشيها وعندي خمسة عشر يوم قد فعل ورقة ديالي كاملين ووراقتها هي انا قبل ما نجيك تلها وجدي الوراق هالوراق ديالاش خسكتو جدي باش انني ناخد العقدي الزواج وانني مشي نتك معي البراء وانا هذي وطا طا 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 يعني باش نجي نتجوجو تكوني صايبتي صايبتي يا ذي جاكن هذا الباسبور هذي سهلات عنا المأمورية صافياتي هذا غيدي الوراق ما المهم هو جاي في طريق ايواسي هذي فاس وصلت عند انا ديت الوالد والوالدة وواحد خالتي وواحد أمي ديتهم حضرنا لابسين مزيان كل شي بخير انا جايب طمو بلاديا لي ما كانت شي مشكلة كل شي بخير وصلنا عندهم غير وباهم ما بقعوا يشوفوا فينا واحد يشوفا دي الاستغراب حيث انا لابسنا عادي ذاك شو اللي كيبالينا احنا كيبالينا لابسينهم مستورين ولكن هما جاتهم فشكال وذاك شو اللي جبنا لهم بدوا تحقوا فيه بدوا يشوفوا شكرا هذه انا ما ما عايش بنيش الحال الصراحة ما كدبش عليكم ما عايش بنيش الحال ووالدو الوالدة مدى وما جابوا ولكن انا كان فهم شنو كان فهم ذاك الحركات العينين وذكش انا الغرض ديالي هو انتزوج بالبنت حيث بديت كان بغيها واللفتها ووجاتني علاقاتي كانت هناك سوف نعيش معها ونشوفوه مرة في العام صافي ايو اسي هذه اتفقنا خطبنا البنت ودرنا الوقت ديالعرس مشينا كنووجدو العرس درنا اخطبها عرس مشينا كنووجدو العرس كانووجدو لكش كامل ما كانتش مشكيل جيب هادي جيب هادي ملقاعات تريتور هادي تا 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 كل شي وجد مزيئا ايو اسي هذه من اللي بدى العرس انا ديك الساعة يالله بدىو تيجيو العائلة ديالي العائلة ديالي كانت كبيرة تبارك الله وجاو وجاو عائلتهم هما وقلسنا انا وياه في البرزاة ولكن من اللي قلس انا في البرزاة زيني في الناس اللي حاضرين والناس اللي كاينين بعض المرة تنوت تنشوف شنو كاين غي والا حتو عاد الحاجة القدام قلسين غي العائلات ديالهم غي احتى انا مكنت قلس معها في البرزاة text وان نعلم عن ايدي الكرام هذا انا شديد وهذا شديد خارج من المانيا وان امريكان وان كندا وعا نضعت بدي القرى ارادية كاملة ولكن عائلتي انا خلسين لور لور بي بزاف خلسين عائلتي كاملين جالسين اللور بعاد عليها بزاف طالب غا تشير علي الوالدة بعيدة قلت لي يا راجينا كان قلسونايا وقال لي يا قال لي نتريتور هالبلاسة ديالكم واش انتم مع عائلة العريس اجي ورا هالبلاس ديالكم راسي ابناهم ليكم ولكن البرزة بعيدة راكم عافي العريس في القاعة قداش كيكون قلت لي شكون هذا الخينا اللي قال لي كو ماضي لغضرها هاتي قلت لي يا راه وراه 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 تتعطي للناس اتاي ودكش راه وادك الدري مشت لعندو ؟ قلت لي يا اخوى الال beşي buy friends والناس اللي غالسين تماماً تلقلتين哈囉 كلم ينقلسة تماما قال لي اخوى يا عراه يارا لاencerة هي الى ماشتران ماتتريتور والي قت念 بライ ثابت لبلا państwa صعبت لو ما ذيك البلاسة لقد ليا شكرى احوى مشت اللي عند الشيتيه قلت لي نوت العريس الذي يعني غيرتها الى هاتي كامل وانا اللي سنجلسك قول لي يا شكون قلا قلص تتعلق يار由 ص EPPS قال لديه اللور بعدينا لي بسنوات ضوءية قل عليها ماذا تقول يرى مرتك أخوه التي أجدت أنسي ستات على هذا القضية لعائلتها يلو لد جرس الجدام وهو لد جرس اللور قلت لي متأكد من أدراد والأخوه رحنا قرار لي هذا أنا لم يكن هناك من الملك يجيون الناس أنفسهم من عائلة العروسة أو من عائلة العريس تقول لي عائلة العريس وقلت لهم هنا صبنا لهم بلاسهم ورقمنا الطوابل لأن عائلة العريس الخروج هكذا و ركزي تسمى Whoa Everyone was a contractor with you. وتقول ليه انت ارى في خبارك أخو يما فيخباريش. وأنا رجعت عندها عادرت لافوت نيعا عملك لماذا قالت نوضي اجي تنظر معك. نوضي اجي تنظره معك و قد طلال النقافة و قد قد طلالها و دك شي و دك شي قد طلال بعض نظرها مع المرأة شدي معها لغوب ديالها و دك شي دي لابسه جريع معي جنت بالتغاية معها قد اقافها هنتي ويلي لديك يتذكريك وندخلوا فهدك القولور مفيش مفيش اصدع قلت له اقولي ري خالتي حى ها انتوش يديك تقلسيهم ليا دجلِة الفيب لا دب انا عائلتي ركعارف كل همين جاي وكل هادي وحشومة انتوش يديهم من اللور قلت له يا عائلتي حشمتي تقلسيهم للور قلصتي مقدامك كلهم وانا عائلتي لا حتى هم حدا الباب قلت لها شكرًا قلت لها سمحيلي 1 دقيقة وانا قابلت لها بطل عروسة قلت لها قلت لها يا شريف تنظر ما كلا يجيزك بخير جريته اخرجته بالرعي العرس قلت لي لي أمين الأداب أنك تقلص لي عائلتي أحد الباب ولا مرتك تقلص لي عائلتي حد الباب ما نسلم عليها أنا وما نغانيه لماذا لا تخلفوا طوابل طابلة ديانا وطابلة ديالكم طابلة ديالكم قال لي ايه وانا رأى عائلتي وعائلتي كبار وشي جي امريكان شي جي من فرنسا شي جي من كندا وميمكنش انني نحطهم قلصهم اللور وعائلتك رغي ولد البلاد ودك شي قتلي جمع فمك وما تقدرش لي لعائلتي بطريقة قتلي بنتك غتخلىها في عرسك سير الله يعاونه ويعاونك قل لي له وما تفهمنيش غالاط وانا قتلي ما ايما اضار معك بنتك طالق من اليوم بنتك رجعلك لدارك رجعت عنده هي قتلي شوفي بنتي من اليوم انتي طالق سير الله يعاونه ويعاونك وكملت باش نفسخها ذك العقد ونفسخها ذكا مشيت لعائلتي اللي كتم جمعوا قلعكم كل شي يومش في حالاته كل شي يومش في حالاته وانا هذا العرس اذا ما مكملوش وما كملتش العرس واخرش في حالاتي وماء المستهارة باش نفسخها ذك العقد يا زواج بعد السبب هذا اللي طيح لي من امي ومن هائلتي غادي يزرجرني وغادي يطيحني وفين ما تكون شهي مناسبة غادي يبداي يطيحون منا الله وما نقتلوه المش من نهار للأول كان شكركم بزاف على الاستماع وكان تديقصي مع هذو الناس اللي فيهم العياقة وحطوا لي يا والدية اللور وطيحوا لي يا من قيمة والدية لأنك نموت عليهم الاحترام واجب نشكركم بزاف على الاستماع اشتركوا في القناة